وقت ايه نفسك تعملي ايه خلال الفترة اللي جاية اكيد طموحك بعد الموضوع ده كبر ولا انتي مش حاسة بالله حصل انا حاسة ان هي لسه مش حاسة بالله حصل اوي صراحة يعني انا مش عايزة حقيقة من كل العيدات اني يكون لها الشرف ان ده يبقى ابوي يا حبيبتي ربنا يخليليك ربنا يخليليك يا خديجة ويخليكم لي لان باباكم بيخاف عليكم اوي وبيحبكم اوي اللي هو عمله ده زي ما كان سيادة المحافظ بيقولوا ناس كلها شافت الفيديو لقدر الله كان لقدر الله طبعا كان ممكن تبقى نتيكتو حاجة تانية خالص كارسية كارسية انهيار عصب الاسرة كاملة اللي مات مات خلاص اصلا هو القطر يا ربنا يحمي الناس الصورة بشعة وخلاص هو هينتهي وحيقابل ربنا وبنته خلاص المشكلة في اللي بعد كده الناشئ اللي بقيت اخواتها ووالدتها ان تشوفي كده يعني والدك او اختك قدامت انما لو موت عادي خلاص كلنا معرضين مات وخلاص انما الالم والطريقة البشعة اللي هي كانت مفروضة الحمد لله والشكر لله على نعمه على العيال اللي هي أولادي وزوجته اللي ربنا نجاني عشان خطر العيال دي ونعمة بالله اول حاجة زوجتك قالتها لحضرتك بعد ما طلعته ايه والله هي قاعدة تبكي تبكي خالص 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 هو ماكو صعب ربنا نكتبه على حد الله يكون فعنا وبقيت أسرة حضرتك بقى وقلوا كنتوا راح لهم زيارة أصلا أنا أقول لحضرتك سير لسه بقوله يعني أول مرة أنا روحت يوم الحد وصلنا الساعة ثلاثة الأربعة يا رب وصلنا الساعة أربعة البيت المنزل أنا نبهت عليهم ممنوع حد يجيب سير خلاص وإحنا ربنا نجانا وخلاص باعتقاد مني أني محد تصور أنا مشيت بقول لحضرتك تحرك مفيش ثلاث ثواني كان مصرح لعملات منتق كال لم يكن خلاص الأطف تحرك وإحنا ركبنا وخلاص خلاص لعمامك ولا أخوالك ولا خلاتك ولا عماتك خالص ربنا سطرها نسطر نفسنا بقى ونحاسب نفسنا نراجع نفسنا يا إما دي تبتلاء لرفع الدرجة ما انتش قادر توصل بالصلاة والزكاة والعبادة والمعروف والحوار ده فربنا ابتلك عشان ترجع له فاتبال حضرتك اتفاجأت بعد يومين أولاد طبعا زي كل الأولاد متعلقين بالنت والحوار والفيسبوك والسوشال ميديا طبعا أنا يعني معلوماتي بسيطة فالمهم بيفتح قال لها خدي على مولانا عبر أحمن في تانية السنة ويشبه خدي على مولانا شوفوا الحوار اتفاجئنا طبعا نتصور الناس اللي معاه في الشارع يا عم الشيخ ده أنت عرفوا حضرتك آه الصورة قلت له لا يخلق من شبه أربعين قال له ده أنت قال ده أنت البروفر اللي أنت جاي فيه شيرت والبنطلون والكوتشي فأنا قلت له يعني هو المصنع اللي عمل ده خلاص هو عمل نسخة واحدة وخلاص يشبه يخلق من شبه أربعين والله بكلم حضرتك زي ما بقول لحضرتك لا مصدحة ريك لأننا عارفينك أقرب الناس أقرب الناس اقتنعوا اقتنعوا بكلامي كلامي مقنع يعني أولادها كانوا في الزيارة عن والدها فشافوا الموقع ويقال لك لا ده أبو كريم يمين شمال جوم برضو أقنعتهم زي كده وبعد كده اللي فجر العملية الزوجة انهارت من البكاء من كتر الكلام قدامها طبعا والموقف كاسا رجع الشريط بالمحتوى فطبعا هي غصبا عنها انهارت بقى في البكاء فإيه أكدوا للحوار بين تختم التصنع عام القريمين هنا بتقول لي يا خالق قلت لها لا مش أنا وقتنعت وقفل التليفون ده حضرتك مصمم 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 أنا بنكر بنكر خالص فمش خوف من حاجة ولكن زي ما قلت حضرتك في الأول ما نعلت ضجة ما نعلهاش لازمة يعني مجال مش مجال يعني مجال الدنيا والزحمة والحوار ده ما تعملت ابنوختي هنا في أكتوبر خال البتاع هايص الدنيا عمل المهرجان اللي احنا فيه ده عادنا بقى في معاناة اللي أنا خايف منه حصل يعني طول كنت ماسك التليفون ما نيش عارف أنا بكلم مين وما نيش عارف ما برد على مين أنا سمعت ان يعني تقريبا كل البرامج يعني الدنيا كلها وطب خليني أعكد تاني ان أنا سعيدة جدا لأن أنا عارف قد إيه قد إيه تقريبا كل الناس والإعلام كان يعني في محاولات يعني أن يكون يعني أستاذ محمد فرغالي معاهم وخاصة بسبب الاختفاء الكبير بعد الوقع طبعا أنا مرة تانية خلوني برضو بشكره إنه هو خصنا بأول ظهور إعلامي ليه أنا مرة تانية طبعا بشكر حضرتك لكن شفت إن الاختفاء ده كان يمكن تسبب بقى كمان الضجة اللي حصلت بعد كده يعني قلت يا ريتني قلت من الأول يا أستاذ محمد لا لا أنا لغاية دلوقت يعني مش مبسوط يعني مش مبسوط من الضجة الضجة دي بتعملك ألأ أنت بتحب الساتر والهدو بس بس أصلا أنت هي زي ما قلت لحضرتك هو عمرك سعيد هيعدي حزين هيعدي فأنت اغتنمي اغتنمي إن أنت تنولي رضا ربنا دي أهم حاجة طبعا ربنا يديم على حضرتك نعمة الرب من ربنا ربنا يحفظك نحن كلنا بنكتهد يعني مش بقول لحضرتك زي ما قلت لحضرتك بالأول ما هي الشطارة مني بلز أمال بلز أطاعة للأعزة وجل كلنا بنتقرب إلى الله في محور معين سمعت بقى بقى اللي تعبني أصلا إما سمعت الناس دي ما قلت لحضرتك كل واحد بيجتهد ده فلان ده علان ده غلطان ده كسبان ده قصران غير إنه مش وقته الصراحة أبدا لغاية ما قالولي إن سيادة وزير النقلة جزاء الله كل خير دخل في مداخلة وأصنع خيرا يعني قال إن الراجل يعني من منطلق الأبوة